تتعاون مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك تحقيقا لرؤى جلالة الملك المعظم وأخي رئيس دولة الإمارات بلغ البلدان مستويات رفيعة ومتقدمة من التعاون والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات للسيما السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها من المجالات انطلاقا من رؤى القيادتين في مملكة البحرين ودولة الإمارات الشقيقة جسد التعاون بين البلدين رؤية القيادتين في تحقيق الرفاهي للشعبين الشقيقين من خلال التعاون المثمر بين الحكومتين والقطاع الخاص في البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك سياسيا يتوافق البلدان في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك وإحملان رسالة السلام للعالم من خلال دعم كل ما يرتبط بالتعايش السلمي وحل النزاعات بالطرق السلمية والنهج الدبلوماسي إذ أن التعاون في المجال السياسي وصل إلى مستوى عال من خلال التشاور المستمر وتبادل الخبرات والمعلومات والدعم المتبادل في المحافل الدولية اقتصاديا شهد مطلع العام الجاري توقيع اتفاقيتين تشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي بهدف توفير وتطوير الفرص الاقتصادية والتجارية وجذب الاستثمارات المشتركة كما عزز البلدان الشراكة الاستراتيجية من أجل تحقيق التكامل الصناعي والتنمية المستدامة في البلدين من خلال تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارتي الصناعة في البلدين بشأن التعاون بين برامج المحتوى الوطني الإماراتي وبرنامج تكامل في مملكة البحرين وفي المجال العسكري تجدر الإشارة بفخر الى امتزاج دماء أبناء البلدين الشريقين في ميادين العزة والكرامة اعلاء لراية الحق وتحقيقا للأمن والسلم الدوليين كما اندرج تحت مظلة التعاون العسكري التمرين المشتركة والاتفاقية الثنائية التي تصب في مصلحة تطوير المنظومة العسكرية تحقيقا لتطلعات قيادتي البلدين ومن الارض الى الفضاء تعاون البلدان الشقيقان في مجال علوم الفضاء ولعل احدث فصول هذا التعاون توقيع التفاقية تعاون في مجال علوم الفضاء بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بهدف الاستفادة من بيانات مراقبة الارض اضافة الى تصميم حمولة بحرينية لسطح القمر لاغراض البحث والدراسة استكمالا لسلسلة التعاون بين الجانبين في هذا القطاع وحظي الشباب في البلدين الشقيقين بدعم لا محدود اذ ساهمت الاتفاقيات الثنائية في اطلاق برامج وامبادرات مشتركة عززت من التقارب بين شباب البلدين ووفرت لهم فرصا لتبادل الخبرات واحدثها مشاركة المؤسسات الشبابية الاماراتية في شبكة الامل ويعكس انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين بشكل دوري وعلى مستوى رفيع الاتزام بالعمل الثنائي المشترك لبحث الفرص والانجازات ومناقشة التحديات والقضايا في مختلف المجالات لخلق حلول ابداعية تذلل اي تحديات وتحولها لانجازات ملموسة تخدم شعبي البلدين اشتركوا في القناة